السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث الأعدادي أهلا ورحمة بكم معنا في الجزء الثاني من درسنا الثاني موضع دائرة بالنسبة لدائرة قبل أن نتجل درسنا النهاردة هنفكر بعض بالسؤال الختامي الدرس السابق ألف به مماس للدائرة ميم عند ألف وميم ألف بتساوي 8 سنتي وقياس زاوية ألف به ميم بتساوي 30 درجة وألف جيم عمودي على ميم به اوجد طول كل من ألف به وألف جيم قبل أن نبتدي حل المثال المعطيات أنا بستخدمها فهنا بيقول لي بما أن الشعاع ألف به مماس للدائرة ميم عند نقطة ألف إذا وقياس زاوية ميم ألف به بتساوي 90 درجة طب هنتكلم على المثلث ألف به ميم بما أن قياس زاوية ميم ألف به بتساوي 90 درجة وقياس زاوية ألف به ميم بتساوي 30 درجة إذا ميم به بتساوي 2 ألف ميم طبقا للنتيجة اللي احنا كنا أخدناها أنه في المثلث القائم الزاوية أبضل على المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوطر يبقى إذا ميم به بتساوي 2 في 8 اللي هي تساوي 16 سنتي إذا ألف به بيساوي الجزر التربيعي لمربع به ميم ماقص مربع ألف ميم تبقى بتساوي الجزر التربيعي لمربع الستاشر ماقص مربع التمانية اللي هي تساوي 8 جزر تلاتة طبعا النظرية في صغورس طب ألف جيم هتساوي إيه؟ 8 في 8 جزر تلاتة على 16 اللي هي بتساوي 4 جزر تلاتة دلوقتي نتكلم على الجزء الثاني في درسنا الثاني اللي هو سلسل موضع دائرة بالنسبة لدائرة أخرى إذا كانت ميم ونون دائرتان في المستوى طول نصف قطر أيهمة نق واحد ونق اثنين على الترتيب حيث نق واحد أكبر من نق اثنين وحيث ميم نون خط المركزين فيكون واحد الدائرتان متبعدتان لو إحنا قلنا أن ميم نون أكبر من نق واحد زي نق اثنين ويكون سطح الدائرة ميم يقطع سطح الدائرة نون بيساوي 5 يعني هنا لو بصت للرسم اللي قدامي هنبص نلاقي الدائرة ميم والدائرة نون متباعدتان فهنا نق واحد زي نق اثنين أصغر من خط المركزين اللي هو ميم نون إذن كده الدائرتان متباعدتان طب لو عند الدائرتان متمستان من الخارج زي ما هو موضح بالشكل اللي قدامي هنلاقي أن ميم نون بتساوي نق واحد زي نق اثنين ونقطة التماس ألف يمر بها المماس المشترك ألف به ويكون سطح الدائرة ميم يتقاطع مع سطح الدائرة نون في نقطة ألف هللح زينا الدائرتان متمستان يعني ميم نون بيساوي نق واحد زي نق اثنين زي ما موجود قدامي في الشكل المرسوم أمامك طب نيجي للدائرتان متقاطعتان إذا كان نق واحد نق اثنين أصغر من ميم نون وميم نون أصغر من نق واحد زي نق اثنين بيكون ألف به وطر مشترك للدائرتان ويكون الدائرة ميم تتقاطع مع الدائرة نون في النقطة ألف وبه ويكون سطح الدائرة ميم بيقطع سطح الدائرة نون بيساوي سطح المنطقة المزللة اللي هو الجزء المتقاطع فيه الدائرتان فنتكلم على الحالة الرابعة الدائرتان المتمستان من الداخل الدائرتان ميم ونون ممسان لبعضهما في نقطة ألف إذا كان ميم نون بيساوي نق واحد مع نق اثنين نقطة التماس ألف يمر بها المماثل المشترك ألف به ويكون سطح الدائرة ميم بيتقاطع مع سطح الدائرة نون في سطح الدائرة نون عندنا الدائرتين المتداخلتين دائرتين بالبلد جوة بعضهم إذا كان ميم نون أقل من نق واحد مع نق اثنين ويكون سطح الدائرة ميم بيقطع سطح الدائرة نون في سطح الدائرة نون ويكون الدائرة ميم تقاطع الدائرة نون بيساوي فاي الدائرتان متحداتها المركز يعني الدائرة ميم والدائرة نون هو مركزهم واحد إذا كان ميم نون بيساوي سفر مركز الدائرة ميم بيطابق مركز الدائرة نون ويكون سطح الدائرة ميم تقاطع سطح الدائرة نون بيساوي سطح الدائرة نون عندي بعض الملاحظات الهمة اللي احنا ناخد بلنا منها إذا كان ميم ونون دائرتان متباعدتان فإن ميم نون بتنتمي للفترة نق واحد زائد نق اثنين وفاي طيب اثنين إذا كانت ميم ونون دائرتان متقاطعتين فإن ميم نون بتنتمي للفترة نق واحد نقس نق اثنين ونق واحد زائد نق اثنين طيب ثلاثة إذا كانت ميم ونون دائرتان متداخلتان فإن ميم نون بتنتمي إلى الفترة سفر ونق واحد نقس نق اثنين طيب أربعة إذا كانت ميم ونون دائرتان متمستان من الخارج فإن ميم ونون بتساوي نق واحد زي النق اثنين خمسة إذا كانت ميم ونون دائرتان متمستان من الداخل فإن ميم ونون بتساوي نق واحد مع اسنق اثنين ستة إذا كانت ميم ونون دائرتان متحدة المركز فإن ميم ونون بتساوي سفر طيب ناخد مثال يوضح اللي احنا قلناه كله إذا كانت دائرتان ميم ونون طول نصف قطرة يهمة 9 سنتي و 4 سنتي على الترتيب بيّن وضع كل من هما بالنسبة للأخرى في الحالات الآتية 1-100 منون بتساوي 13 سنتي 2-100 منون بتساوي 5 سنتي 3-100 منون بتساوي 3 سنتي 4-100 منون بتساوي 0 5-100 منون بتساوي 10 سنتي 6-100 منون بتساوي 15 سنتي أما أجعل المثال زي ده يا شباب إحنا هنا بنقول إن نق 1-9 سنتي إنه هو نص قطر الدايرة الأولى ونق 2-4 سنتي إذا نق 1 زي نق 2 بتساوي 13 سنتي يبقى مجموع نصفايا القطرية بيساوي 13 طب الفرق بينهم بيساوي كم؟ نق 1 ماس نق 2 اللي هو بيساوي 5 سنتي 100 منون الحالة الأولى 100 منون بتقول لي بيساوي 13 سنتي طب مين 100 منون ده؟ 100 منون اللي هو خط المركزين الخط اللي موجود في الدائرتات إذن 100 منون بتساوي نق 1 زي نق 2 يبقى إذن الدائرتان متبستان من الخارج طب لو مين 100 بيساوي 5 سنتي وقلنا مين 100 منون خط المركزين يبقى إذن 100 منون بتساوي نق 1-2 يبقى الدائرتان متبستان من الدخ طب لو مين 100 بيساوي 3 سنتي نق 1-2 أكبر من خط المركزين اللي هو مين 100 ومين 100 لا تساوي السفر إذن الدائرة نون تقع داخل الدائرة 100 طب الحالة الرابعة لو مين 100 بتساوي سفر يبقى الدائرتان متحدة على المركز لأنه مفيش مسافة ما بين خط المركزين طب الحالة الخامسة لو مين 100 بتساوي 10 إذن مين 100 أكبر من نق 1 نق 2 وأصغر من نق 1 زي نق 2 يبقى في الحالة دي الدائرتان متقاطعتان طب لو مين 100 بيساوي 15 سنتي إذن مين 100 أكبر من نق 1 زي نق 2 يبقى في الحالة دي الدائرتان متباعدتان طب عندي نتيجتين همتين عندي النتيجة الأولى خط المركزين لدائرتان متمستان يمر بنقطة التماس ويكون عموديا على المماس المشتركة عند هذه النقطة زي الشكل اللي قدامي كده عندي دائرتان متباستان من الداخل فخط المركزين عمودي على التماس في الدائرة الأولى طب الدايرة التانية هللاحظ ان أنا عندي نص القطر لهو مين 100 للدائرة الكبرى ونون 100 للدائرة الصغرى هنا عندي خط عمودي للدائرتين نتيجة 2 خط المركزين لدائرتين متقاطعتين يكون عموديا على الوطر المشترك وينصفه لو لاحظنا هنا الدائرتين اللي قدامي مين ونون متقاطعتين في ألف وبه هللاحظ ان مين ونون عمودي على الوطر المشترك ألف به رأخذ مثال في الشكل المقابل مين ونون دائرتان متقاطعتين في ألف وبه وجيم بتنتمي إلى به ألف دال بتنتمي إلى الدائرة نون وقياس زاوية مين نون دال بتسوي 125 درجة وقياس زاوية به جيم دال بتسوي 55 درجة اثبت ان جيم دال مماثل الدائرة نون عند نقطة دال طبعا يا جباب من خلال الشكل اللي قدامي مين ونون دائرتان متقاطعتين في ألف وبه وقلنا ان مين نون عمودي على ألف به طالما قلنا عمودي إبقى إذا قياس زاوية نون هي جيم بتساوي 90 درجة بما ان جيم هي نون دال شكل ربعي معروف ان مجموعة الزاوية الداخلة للشكل الربعي 360 درجة انا يبقى قياس زاوية جيم دال نون بتساوي 360 ناقص 90 زايد 125 زايد 55 بتساوي 90 درجة يبقى إذا نون دال جيم بتساوي 90 يبقى نون دال عمودي على جيم دال إذا جيم دال مماس للدائرة نون عند دال وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة نستعرض أهم النقاط اللي قلناها في الدرس إذا كانت مين ونون دائرتان في المستوى طول نصف قطرة يهمة نق واحد ونق اثنين على الترتيب حيث نق واحد أكبر من أو يساوي نق اثنين حيث مين نون خط المركزين فيكون إذا كانت مين ونون دائرتان متبعدتان فإن مين نون بتنتمي للفترة نق واحد زايد نق اثنين ومال نهاية إذا كانت مين ونون دائرتان متقاطعتين فإن مين نون بتنتمي للفترة نق واحد نق اثنين ونق واحد زايد نق اثنين إذا كانت مين ونون دائرتان متداخلتين فإن مين نون بتنتمي للفترة صفر ونق واحد نق اثنين طب إذا كانت ميم ونون دائرتان متمستان من الخارج فإن ميم ونون بتساوي نق واحد زي نق اثنين إذا كانت ميم ونون دائرتان متمستان من الداخل فإن ميم ونون بتساوي نق واحد ونق اثنين طب إذا كانت ميم ونون دائرتان متحدة المركز فإن ميم ونون بتساوي صف نتيجة واحد خط المركزين لدائرتان متمستان يمر بنقطة التماس ويكون عموديا على المماس المشترك عند هذه النقطة نتيجة 2 خط المركزين لدائرتين متقاطعتين يكون عموديا على الوطن المشترك وينصفه قبل ما ننهي هنقول السؤال الختام في الشكل المقابل ميم ونون دائرتين متقاطعتين في ألف وبه وجيم دال قطر في الدائرة ميم جيم سين مماس للدائرة ميم عند نقطة جيم وجيم سين تقاطع به ألف بيساوي هه وميم نون تقاطع ألف به بيساوي واو اثبت أن قياس زاوية دال ميم نون بتوساوي قياس زاوية جيم هه به وبكده نكون خلصنا درسينا النهاردة أشوفكم في الدرس القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واتتب سؤالك وهنجود لك عليه وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب خليك متابع خليك في الأضواء